السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معينا في فيديو جديد. نهاردة ان شاء الله هنعمل مربة فراولة. هنبتدي ان شاء الله نجيب كيلو فراولة ولازم تكون حمرة وجميلة كده. علشان تدينا نتيجة كويسة. كل ما كانت نوعها كويس. هتديكي نتيجة افضل. مش هنستخدم طبعا لجيلاتين ولا اي مواد حفظة. هنعملها بطريقة جميلة جدا جدا. اول حاجة هجيب نص الكمية سكر. يعني انا عندي كيلو فراولة هجيب نص كيلو سكر. طبعا ممكن تقطعيها او تديها فرمة بسيطة كده في الكبة. نص نص يعني بتبقاش نعمية. زي ما قطعها صغير. بس انا عملتها سليمة زي ما هي. مودة نتيجة جميلة جدا جدا. هحط نص كيلو سكر. وقلبها كويس قوي قوي. زي ما هتشوفيها كده. وبتسيبيها من ساعتين آآ لاربع ساعات. ممكن تبيسيها طبعا بتغطيها ودخليها التلاجة. بتعمليه بقى كده. عشان تغطي آآ كل حبة فراولة بالسكر. طبعا من الفواكه اللي بنعمل المربع بتاعتها من غير ما نحط اي سوائل. مش هحط مية خالص خالص. ومش هحط جيلاتين. انا هسيبها ساعتين. تنزل ميتها. وبعد كده ابدأ احطها على النار. بعد الساعتين بتكون معية بالشكل ده. طبعا شايفين المية بتاعتها. ببتدي اجهز. احلة. بس الحلة دي تكون اكبر يعني ما تكونش معلقة دها بالزبط لانا عايزها كبيرة شوية. علشان لو حصل اي فوران اسناء التسوية ما يطلعش من الحلة بتاعتي. فتكون كبيرة شوية. بحطها بقى على نار عالية. بتاخد غلوة. غلوة واحدة كده. وبعد ابتدي اخليها هادية جدا. طبعا بصي بقى السكر. وهي منزلة العصير بتاعها طبعا ما فيش اي سوائل. وزي ما بقولك بتحطيها على نار عالية تاخد غلوة واحدة. وبعدين توطي النار خالص. وتسبيها في حدود آآ ساعة ونص ساعتين. الغاية ما تستوي معاك خالص خالص. وتتقل بقى. طبعا في نفس الوقت ده هتبقي معاك معلقة. وتشيلي من علوشة اي ريم هيزهر. هي شايفها. يدب بس تاخد غلوة طبعا السكر اختفى خالص. وتبتدي تورطي عليها. كل ما تستوي على نار هادية هتديكي نتيجة احسن واحسن. لو علتيها هتاخد وقت اقل بس لازم تتبعيها بصورة مستمرة عشان مش عايزينها تتحرق من تحت. وفي كل الاحوال احنا لازم نقلبها دايما. عشان السكر بتاعي ما ايه ما يتحرقش. لازم يكون انا متابعيها بصورة مستمرة. وهترفعي من علوشها الريم. ومن ساعة ونص لساعتين. على نار هادية. اهي بصي بتانت بقتة المعية هيت. اديها وقتها. عشان تديكي نتيجة كويسة. طلعت في منتهج جميل. يعني احسن بكتير من الجهزة في الطعم بتاعها وكتعة الفاكهة طبعا حاجة رائعة. نادرة ما بتلاقي كتعة فاكهة في اي مربع جهزة دلوقتي. بس بعد كده بقى بشيلها من على النار تهدى قبل ما حطها في البرتمان. البرتمانات لازم تكون معقمة. علشان نتعيش معاكي فترة كويسة. طبعا انا بحط وهي على النار معلقة كبيرة عصير لمون. وقلبها كويس. وزي ما بقولك بنشيل الريم مهم جدا. والبرتمان بتكوني معقمية ولما الفراولة بتهدأ المربة بتهدأ شوية من السخونية تبتدي تحطيها في البرتمان بالشكل ده. وطلعت معي جميلة جدا جدا. طبعا هي لسه ما بردتش تماما هي لسه دافية شوية. فده مش القوامل نهائي. ما بيبانش بقى غير تاني يوم لما تبرد خالص. وطبعا بعد ما بتبرد بتدخليها التلاجة عادي طبعا. اللونها جميل جدا. شايفة معي اهو. رغم ان احنا ما حطناش اي اضافات. فراولة هي لما تختاري حاجة نوعها كويسة تديكي نتيجة كويسة. الفراولة نفسها تختاري نوعها كويس. اديتنا لون وطعم جميل جدا جدا. اتمنى تكون الطريقة واضحة وبسيطة. واتمنى تنفزوها وتعجبكم. وشكرا ليكم. شايفة قوامها جميل. ولسه دافية برضو يعني ما بردتش خالص. اتمنى اللي بيشوفنا الاول مرة يشترك معنا في القناة ويفعل الجرس. وما تنسوش اللايك والشير. وشكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.